سلطت العديد من الصحف على فوز منتخبنا الوطني على المنتخب الإفواري وقالت أن منتخب مصر هي صحف عالمية كثيرة سلطت الضوء على أن منتخبنا الوطني بقيادة محمد صلاح يصعد إلى دور الثمانية ويفوز على المنتخب الإفواري العنيد بركلة الترجيح 5-4 بعد التعادل السلبي ليتأهل الفرعنة لمواجهة منتخب المغرب أبرز الحقيقة كل الحاجات اللي جدت خلالي أبدأ بصحيفة الديلي ميل الديلي ميل الإنجليزية قالت محمد صلاح يسجل ركلة الجزاء الأخيرة ليرسل الفرعنة إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية أما إذاعة منتكارلو الفرنسية قالت محمد صلاح يرسل مصر إلى ربع نهائي بعد مباراة مؤلمة يسدد المهاجم تسديداته الأخيرة على المرمى ويقضي على كودفور ويواجه منتخبنا الوطني نزيله منتخب طبعا المغرب إن شاء الله في الدور ربع النهائي حاجة جميلة وحاجة محترمة أيضا جماهير الكاميرون بتحتفل بتأهل مصر على حساب كودفور زي ما حضراتكم عارفين دايما يعني في مشاكل ما بين الكاميرون وكودفور بنسبة في كرة القدم وبالتالي كان هناك احتفالية من جمهور الكاميروني على مناسبة صعود منتخبنا الوطني أيضا أولمبيك مارسيليا الفرنسي وهنق مصر بتأهل لدور الثمانية وقالوا ألف مبروك يا فرعنا ده من أولمبيك مارسيليا طيب أما اليويفا بيبرز فوز منتخب مصر ضد كودفور في أمم إفريقيا أبرز الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا فوز منتخب مصر على حساب كودفور في دور الستاشر في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون وكتب حساب اليويفا على موقع تدولية القصيرة تويتر تسديلة محمد صلاح الحاسمة تصعد بمنتخب مصر إلى دور الثمانية بأمم إفريقيا بالفوز على كودفور تسديلة محمد صلاح الحاسمة 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 تسديلة محمد صلاح